دكتور أيمن برضو نذكر الناس الكوميسا مدو التسعينيات لكن نقدر نقول إيه الفرقة أو إزاي سهمت في تغيير برضو شكل العلاقات ما بين دول الشرق والجنوب يعني أول الكوميسا زي ما حدقها شرط التعامل لسنة 94 ومصر داخل لسنة 98 هي فيها سوق كبير يعني هي 21 دولة بنتكلم عن 585 مليون نسمة بنتحدث عن ناتج قومي سنوي بيصل إلى 805 مليار دولار أي دولة في الكوميسا تستطيع أن تصدر للدول الأخرى بدون حواجز جمهورية جمهورية هذا بيحدث فعلا بيحدث فعلا في بعض الأمور أحيانا تحصل مشكلة في بعض السلع بنسبة لا تزيد يعني إجمالا لا تزيد نسبة الجمارك الموجودة على 20% يعني نحن نتحدث فعليا على أرض الواقع عن إزالة حواجز جمهورية تصل إلى 80% ده مش بيساعد فقط على أن يكون في تجارة بينية بالمناسبة ده بيساهم في جذب السلسمرات بمعنى لو قال حضرتك مصنع حد أو مستثمر يعني المصنع في مصر ده معناه أن المنتج الخارج من هذا المصنع يقدر يبيعه في الواحد وعشرين دولة بدون حواجز جمهورية أو في حدود 80% ده ما كانش موجود كمان الكوميسا يمكنك أن يكون في كلام قبل الهواء أنها أدت نموذج للتعاون بين الدول يعني الكوميسا هي أكبر تكتل فيه كتلات اقتصادية كثيرة في أفريقيا بالمناسبة لكن الكوميسا هي أكبر وأنجح تكتل موجود في أفريقيا هذا النجاح وهذا النموذج ولما خفضوا الحواجز الجمهورية بنسب بالشكل التدريج لحد موسط لحد 80% ده إدى فكرة الأفريقية تانية إيه الفكرة؟ أنه يكون فيه منطقة تجارة حرة على مستوى القرى على مستوى كل أفريقيا وبالمناسبة دي كانت هدية مصر لما كانت رئيسة للتحاد الأفريقي في عام 2019 أنه وصل النصاب القانوني الذي يسمح بدخول كل الدول الأفريقية لهذا الأمر فده نقطة مهمة جدا ده رقم واحد في رئاسة مصر الكوميسة اخترحت مبادرة يمكن كان نوه لها السيد محمود فيما تعلق بالتصنيع معروف أن أفريقيا غالبتها مواد أولية مصر اخترحت أثناء رئاستها للكوميسة اللي بدأت في نوفمبر 2021 مبادرة التصنيع الإقليمي بمعنى إحنا اللي عاوزين نعمل منتج نهائي في النهاية ينتج في أكتر من دولة في الكوميسة يمكن تجميعه باسم الكوميسة أو باسم الدول المشاركة في الكوميسة هذا الأمر لم يكن موجود قبل كده يعني على الأقل كانت الدول تفكر تعمل تصنيع محلي أو بعد كده تبدأ تصدره لكن فكرة أنك تعمل مشروع تصنيعي مشترك تتصنع أجزاء مثلا في المقنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأجزاء في زامبيا أو أجزاء في دولة تانية ده مكان موجود ده مصر اخترحته وبالفعل بدأت الدول الأفريقية تشتغل عليه فكرة استثمارات ده شجع المستثمرين يخرجوا ويتحركوا لأن بالمناسبة لما تكلم عن حواجز جمهوركية مش حواجز جمهوركية فقط ده بيدي تسهيلات لرجال الأعمال التأشيرات في الدخول حركة السياحة عشان كده مثلا رجال الأعمال المصريين تحديدا والقطاع الخاص المصري بدأ يتوجه في أفريقيا وأنا من الناس اللي بيشجعوا ده بشكل كبير جدا لأن في النهاية ده مش بيدعم فقط القضايا الاستثمارية والاقتصاد والتجارة البينية لكن أيضا ده حضور سياسي عندما يكون هناك مثلا تشوف رئيس دولة من دول الكوميسة بيستقبل رئيس أكبر شركة لإنتاج مثلا المعدات الكهربائية في مصر بالمناسبة غالبية دول الكوميسة العدادات الكهرباء العداد المدفوع مقدامة الإلكتروني بتاخدها من مصر وأكبر دولة بتصدر هذه العدادات اللي مكتوب عليها صنعت في مصر وصنعت باسم الشركات المصرية موجودة هناك وده من أكبر الاستثمارات اللي موجودة في فرق ففي الدول الكوميسة عندك شركة زي المعودية العرب شركة زي المعودية العرب لها حضور طاغي وشوفنا تقريبة ساد جوليوس نريري في تنزانيا كمان